انابى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور الاحتفالية التي اقامها صباح اليوم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسه في مملكة البحرية وبهذه المناسبة اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تفخر باحتضان مركز التحكيم التجاري الخليجي بوصفه جهازا قضائيا تحكيميا اقليميا مستقلا على ارضها منذ ثلاثة عقود وذلك على نحو يحقق رؤى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعكس دعم المملكة لمسيرة العمل الخليجي المشترك وفعالية دورها ضمن هذه المنظومة وقال ما عليه ان مملكة البحرين وانطلاقا من ايمانها بمبدأ التكامل فقد اولت اهتماما كبيرا بالتعاون القائم بين الدول الخليجية الشقيقة في مجال التحكيم التجاري مما اسهم في تعزيز النظام القضائي وتطوير القوانين التجارية وتكريس العدالة وهو ما مكنها من اجتذاب الاستثمارات النوعية لثقة المستثمرين بما توفره من غطاء قانوني متكامل لبيئة التجارة والاعمال يتسم بالكفاءة والاستقلالية والشفافية ويتوافق مع افضل المعايير والممارسات الدولية كما اشهد معاليه بالسمعة التي كونها المركز باعتباره جهة رائدة لتسوية النزاعات وذلك راجع الى كفاءة العاملين فيه من الكوادر الوطنية المتخصصة التي شكلت احد عوامل نجاح وتميز المملكة في مجال التحكيم التجاري الامر الذي انعكس ايجابا على تسريع وتسهيل اجراءات التحكيم في فترة زمنية قياسية بدوره قال سعدة سيد خالد بن علس نيدي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان استضافة البحرين لمركز التحكيم التجاري الخليجي تعد اشارة قوية تعبر عن التزامها الثابت بتعزيز العدالة التجارية وتسهيل الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية الى دول المنطقة وان البنية التحتية المتطورة التي هيأتها البحرين تعكس رؤيتها في الاهتمام بتعزيز سمعة المركز توجهة رائدة لتسوية النزاعات بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء بتجين الموقع الالكتروني للمركز في حلته الجديدة باعتباره منصة تحكيم الالكترونية والأولى من نوعها على مستوى المنطقة كما تفضل معاليه بتكريم الجهات الداعمة وشركاء الاستراتيجيين للمركز احتفاءا وتقديرا للدور الكبير الذي يطلع به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فضل منازعات التجارية وتهيئة البيئة الاستثمارية جاء الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثين عاما على انشاء المركز برعاية كريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة نخب من الخبراء والمختصين وكبار الشخصيات الحمد لله احنا اليوم شاهدنا احتفالية المركز بمرور ثلاثين عام من انشاء ومر في مرحلة جدا كبيرة من اجراءات وعمل واليوم الاجراءات جائمة في مركز التحكيم اختلفت نهائيا وراح فيها في تطوير لها تم من خلال نتائج هذا المؤتمر ان يكون هناك تنسيق في الفترة القادمة بين مراكز الخليج مراكز الخليجي ان شاء الله راح يكون هناك تنسيق في توحيد الجهود توحيد الاجراءات بيننا بين المستعاون مراكز التحكيم الخليجية ان يكون هناك تنسيق بهذه القضايا انها تكون موجودة في مركز التحكيم سعيد اليوم انا في اللقاءنا وحفلنا الكبير برعاية سمو ولي العهد وبتشريف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء هذا الحفل التي نحتفل فيه بمرور ثلاثون عاما على تأسيس المركز هذا المركز هي احد جهزة المستعاون الخليجي حريصين جدا على ان نلتقي الارتقاء بهذا المركز الى صفاف المراكز المتقدمة عالميا وكل الشكر لحكومة ومملكة البحرين على كل الدعم لنجاحنا وحفلنا هذا اليوم موضوعات عديدة وقضايا مختلفة ناقشها هذا الجمع الغفير تهدف جميعها للارتقاء بدور وعمل مراكز التحكيم وتفعيل دورها لتكون دائما منصة متجددة للانطلاق نحو محطات متقدمة من العمل تتوافق مع الرؤى والتطلعات النيرة التي تسير وفقها دول الخليج العربي نحن نتعلم الامارات حقيقة المشاركة في هذا الاحتفال بمرور 30 عام على مركز التحكيم الخليجي نحن كدول خليج ننظر بأهمية كبيرة لهذا المركز ولا شك أن خلال الفترة الأخيرة استطاع أن خلال 30 سنة هذه المرة أن يثبت مستوى على مستوى المنطقة ومقارنة بالمراكز التحكيمية الأخرى وأنا سعيد حقيقة برؤية المستوى الذي وصلوا إليه في التحكيم والتقيت بأعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وأهلهم بهذا المستوى الحقيقي الذي وصلوا له تنوع كبير ووفود متعددة حضرت من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجسد السعي الجاد للارتقاء بمستويات العمل الاحترافي في مجالات التحكيم التجاري ودوره في حل المنازعات والقضايا وفق أسس تشريعية متينة ومتجددة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء هذا الاحتفاء تأكيدا على أهمية المركز في حل المنازعات التجارية واستقطاب الاستثمارات لدول الخليج العربية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر